اشتركوا في القناة المتحف المصري الكبير حيث اشار السيد وزير الاسار الى انه من المقرر انتهاء العمل وافتتاح المتحف نهاية عام 2020 وقد وجع السيد الرئيس بمواصلة العمل بهذا المشروع الحضاري العظيم وضمان ادارته وتشغيله تبقى للمعايير العالمية مشددا على الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع وبمراعاة ابراز تفرد وعراقة الحضارة المصرية خلال العرض المتحفي وكذا الالتزام بمبادئ الحوكمة في التنفيذ وحسن ادارة الموارد كما عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحد اجتماعا حضره كل من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد المهندس طارق الملة وزير البترول وثروة المعدنية وسيد الدكتور محمد معيت وزير المالية وسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكسيف عمليات الاستكشاف وكذا خط التوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل في انشطة البحث والاستكشاف وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة وذلك في اطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة لموارد مصر من السروة البترولية كما وجه سيادته بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة مشددا على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع انحاء الجمهورية والتيسير عليهم والتوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في المناطق ذات الكسافة السكانية المرتفعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة